لو أن المقترض سيرد المال سيوفيه حقه فقال يا فلان خذ هذا المبلغ الذي أقردتني مثلا لنقل عشرة ألاف ريال وهذا ألف مني لا إشكال لأنه سيسدد ليس في ثنايا القارض ولا قبله ولا مواطئة ولا شارط ولا نية ولا أي شيء فقال خذ هذه الزيادة أو أعطاه هدية أخرى أعطاه عطرا أو ساعة أو ما شابه ذلك زيادة فلا إشكال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصيحين إن خيركم أحسنكم قضاءا لما تقضي الشخص وتوفيه حقه تحسن إليه ولذلك لما استسلف النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا فأتى صاحبه لكي يسترده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابحثوا له فوجدوا شيئا أذمن وأكبر وأنفس منه فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه أعطوه يعني زاده أفضل من بعيره قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاءا بعض الناس يقول ليس لدي ليس لدي ما أهدي نقول الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود قال ومن صانع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتم ولا تنسى الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن النساء اقترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما له فرده إلى صاحبه بعد حين فقال صلى الله عليه وسلم لمن أقرضه بارك الله لك في أهلك ومالك إذا رددت المال كله بارك الله لك في أهلك ومالك فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والوفاء الحمد الثنى على هذا الشخص والوفاء ما هو المماطلة كما يفعله بعض من الناس وللأسف يأخذ أموال الناس ويحسنون إليه وإذا به يجني عليهم